أكد الرئيس الروسي فلاديمار بوتين أن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح جديد لكنها ستعدل خططها لعدة تسليح الجيش بما يتناسب مع مستوى الخطر وجاءت تصريحات الرئيس الروسي تعليقا على تجشين أول قاعدة للدرع الصاروخية الأمريكية في رومانيا وشروع في بناء موقع عسكري مماثل في أراضي بولندا وأشار بوتيني لأن هذه الخطوة تشكل ضربة لمنظومة الأمن العالمية مشيرا إلى أن واشنطن ألحقت ضررا بهذه المنظومة من خلال انسحابها قبل أعوام من معاهدة الدفاع الصاروخي وأشدد على أن هذه التطورات تبعث على قلق روسيا مشددا على أن موسكو ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم الذي من شأنه أن يحول دون نشوب حروب شاملة